ما عادنا مع الأخبار الخفيفة اللي حصلت بر مصر وهنبدأها من اليمن رجل يمني حطم رقمه القياسي في موصولة جنس للأرقام القياسية بعد ما قدر نحط أربع بيضات فوق بعض بدون ما يقعه المواطن اليمني حاول أكتر من مرة أنه ينفذ هذه الفكرة من خلال التوازن لحد ما قدر أنه يعملها وفعلا يوازن أربع بيضات فوق بعض زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو ساعات كثير بقعد أنا في البيت أحاول أجرب أعمل حاجات مختلفة كده وبفشل فشل زريعة تحط أربع بيضات فوق بعض مش هازم يعني أي حاجة بقى أحاول أعملها بفشل فيها في الحاجات دي بزي ما تحاوليش تاني عشان دي فيها خسارة كبيرة وماما مش هترحمك حقيقة ما ترحميش في الموضوع ده خلينا نروح بقى من اليمن للمكسيك وفي الحقيقة الفيديو اللي احنا نشوفه دلوقتي فيديو مرعب لما شفته يعني في حسابات كثيرة على موقع التواصل الاجتماعي نشرت مقطع فيديو ظهر فيه سقوط ألاف من الطيور على منزل في أحد الشوارع المكسيكية المشهد ده أثار فضول المشاهدين وتساؤلاتهم حتى أن البعض فيهم شككوا في صحيته وظنوا أنه جزء من فيلم سنما وتم تصوير الفيديو ده في حوالي أو من حوالي كم أسبوع كده في حي ألفارو أبريجاند في مدينة سويداد المكسيكية هو يمكن الفيديو مش واضح قوي لكن هو المفروض أن هي طيور ميتة ماتوا في الجو؟ أه وقعت فجأة على الأرض فنتمنى أن ده يكون فيلم أتمنى أن ده ما يبقاش حقيقة اللي هو عينا على الأرض كانوا في الموقعه وفجأة بس هو فعلاً ما أشهد مرئب إن شاء الله يبقى فيلم يارى ترجمة نانسي قنقر